انطلاقا من مبدأ أن الولد الذي لا يصرخ لا تطعمه أمه عاد أهالي العسكريين المخطفين لرفع الصرخة سكتوا لشهر تقريبا ولم يلمسوا أي إيجابية قصدوا ثلاثاء نائب وليد جملاط الذي تواصل بدوره مع الوزير أبو فعور واللواء عباس إبراهيم من دون أن يبلغهم أي تطمينات نحن مع السرية ونحن من أيدنا السرية ونحن اللي التزامنا بالسرية بس السرية إذا بدك للإعلان والصحافة ليس للوالد وللأم وللأخت اللي ألبع كل يوم والتاني لحتى تعرف شيء عن ابنة أو عن جوزة أو عن خية بصراحة نحن ما عاش بلا نكتفي بتسكير محله وبتسكير طريقه وبتسكير كازينو صار بصراحة الشياطين عم تلعب براسنا يعني صارت الشياطين تلعب براسنا يعني ما عاش حتى البشر صاروا مستهدفين نحن من أجل أولادنا سكتنا وصبرنا وتفهمنا لكن إلى متى؟ أليس الوضع الإنساني لأبنائنا أبناء الدولة؟ أهم من البحث بالأوضاع المالية والكازينو والمرفأ سأل الأهالي إذا عندهم هذا الحل السريع بكازينو لبنان بحلوا هذا الأمر بـ 24 ساعة نحن صارنا سبع تشهر لا ما بحلوا أمر ولدنا شو الأسباب؟ يعني ولدنا زبالي معتطين بأرسال فوق نحن هنقولكم بعد معنا 24 ساعة إذا الله راد لحن نتكر كازينو لبنان لحلوله المسأل الأهالي ينشطون من جديد سيزورون الأربعاء اللواء عباس إبراهيم لا يكفيهم أن التهديدات بقتل أبنائهم توقفت يريدون ما هو أهم الإفراج عنهم ورفع الظلم الذي يصيبهم موسيقى موسيقى